السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد هنعمل كده الغريبة مفيش احلى منها مع كوباية شاي كده ولا نسكفيه في البرد اللي احنا في ده طريقتها سهل و بسيطة ومش بتاخد منك وقته خالص في التحضير وهقولك ازاي تطلع معاك نعمة ودايبة كده طبعيني للنهاية اذكري الله وصلي على الرسول عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة حطينا ربع كوباية من السكر البدرة ونص كوباية من الزبدة او السمنة اضربيهم مع بعض كويس سواء هتضربي بمضرب كهرباء او بمضرب يدوي زي ما تحبي مفيش مشكلة خالص اهم حاجة ان احنا نمزجهم مع بعض لغاية بنحس ان السكر ديب تماما مع السمنة او الزبدة ونفتح كده معين بعد كده هنحط كوباية من الدقيق وهنمزج المكونات مع بعضها برضه ممكن نستخدم في الخطوة دي كده معلقها تبقى اسهل من المضرب واسرع او زي ما تحبي يعني لانت مفيش مشكلة لو لسه بس ما عملتيش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باذن الله نمزجي المكونات مع بعضها كويس مش عايزين عجل كتير يدوب نلم المكونات بس او البقى ما تتلمى عندنا المكونات بالشكل ده ولازم يبقى قام بتاعها كده في تلزيقه خفيفة ما تبقاش نشفه علشان ما تطلعش معين مشققه وفي نفس الوقت ما تبقاش ملزقه قوي عشان ما تفرش مننا حطي بقى بندق او لوز او اي حاجة او ما تحطيش حواه خالص مفيش مشكلة نسيبها بس بتكويرتها كده مندوش عليها غير دوسها خفيفة خالص هنشكل كل الكمية اللي موجودة معينا بنفس الطريقة حطي نوب بقى اعلى صانية كده فيها ورقة زبدة ومدهونة دهنة من الزيت اي حاجة مفيش مشكلة فيش طبعا اسهل من كده وهي تلاف مكونات بس وطبعا زي ما قلتلك كده مفيش احلى من كده جنب كوبايات الشاي ولا نش كفير استعليحنا فيها دي ده خاليها بعفور نسبة التسخين على درجة حرام 180 في الرف الاوسط فاللي من 10 داية تبقى جهزة عندك تحفة جدا نعمة ودايبة كده رهيبة ولا شققت ولا فرشت ولا حاجة اتمنى الفيديو كنا لأعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله